اهلا بكم على جهة السرع عربي وحلقة جديدة من تعلم الايطالية بالسرعة ومعانا النامة او الاسم وهو نفسه الستانتيفو الاسم النامة والجامع النامي الاسم والاسماء الستانتيفو والجامع الستانتيفي الاسم الاسم ممكن يدل على اشخاص وممكن يدل على حيوانات وممكن يدل على اشياء تمام الاسم ممكن يعبر عن شيء ملموس او مرئي يعني مثلا ممكن اقول رجعتسو ولد صالة شمس ممكن يعبر عن شيء مجرد استراتو اميتشيتسيا يعني صداقة او ذكيايا يعني شيخوخة اشياء لا ترى ولا تلمس وممكن الاسم المفرد يعبر عن شيء مفرد يعني يقول ستودانتي طالب طالب واحد ولكن الاسم المفرد ممكن يعبر عن مجموعة ممكن اقول كلاسة فصل بيعبر عن الفصل باكمله تمام الاسم ممكن يكون مذكر فسكيلة وممكن يكون مؤنس فمينيلة طب نعرف ازاي اذا كان انسان او حيوان الموضوع سهل على حسب الجنس يعني بقول وامو رجل مذكر دنة سيدة مؤنس بقول كمان رجعتسة ولد مذكر رجعتسة بنت مؤنس وبالنسبة الحيوان ممكن اقول كعنة كلب مذكر كعنية كلبة مؤنس ممكن اقول جعت قط مذكر جعت قط مؤنس ولكن بالنسبة للاشياء نعرف ازاي اذا كانت الكلمة مذكرة او مؤنسة كل لغة وليها القواعد او المعجم الخاص بيها في التذكير والتأنيس يعني في اللغة العربية مثلا احنا بنقول قلم مذكر ولكن في اللغة الايطالية بنقول كنة مؤنس وفي الحالة اللغة العربية هي ملهاش مؤنس لا هي صنفت لغويا على انها مذكر قلم وفي اللغة الايطالية صنفت لغويا على انها مؤنس كنة ملهاش مذكر طيب تمام نعرف ازاي الاسماء المذكرة والاسماء المؤنسة على حسب النهايات في أغلب الأحوال طبعا وفي الآخر بنلجأ للمعجم أو للقموس لو في أي مشكلة فهنا اللغة الإيطالية بتقول لنا أن النهاية A بتكون في الغالب مع اسم مذكر وبيجمع بالنهاية E يعني بقول بامبينة يعني طفل والجامع بامبيني أطفال لتة يعني سرير والجامع لتي بس هل يترى في أسماء مؤنسة بتنتهي بحرف الأو أيوة في حتى لو قليلة ممكن أقول مانو كف الإيد وممكن أقول راديو وممكن كمان أقول دراجة بخارية وفيه كمان في اللغة الإيطالية بتقول إن النهاية A بتكون لإسم مؤنس والجامع بيكون بحرف A فبقول راديو يعني بنت والجامع راديو يعني طالبة والجامع طالبات تمام؟ هل يترى في أسماء مذكرة بتنتهي بحرف الأو؟ نعم عندنا مثلا البابا البابا هو بابا الفاتيكانو أو البابا فرانشيسكو تمام؟ وكمان عندنا البويتا البويتا يعني الشعر و البروفيتا البروفيتا يعني الرسول أسماء مذكرة وتنتهي بحرف الأو تمام؟ وفي عندنا قاعدة في اللغة الإيطالية بتقول إن أسماء لأخرها أما أ بتكون مذكرة يعني البانوراما مذكر وكمان عندنا البجاما البروبليما البروبليما طبعا يعني المشكلة تمام؟ أسماء بتنتهي بأم أ مذكرة وفي عندنا كمان اللغة الإيطالية بتقول لنا إن الأسماء التي تنتهي بإستا ممكن تكون مذكرة ممكن تكون مؤنسة يعني بقول الجورناليستا يعني الصحفي ولا جورناليستا الصحفية التوريستا السائح ولا توريستا السائحة تمام؟ في بعض الأسماء بتنتهي بحرف الأ ممكن تكون مذكرة ممكن تكون مؤنسة مثلا الجورنالي يعني الجريدة مذكرة و لا كياذة المفتاح مؤنس والجامع في الحالتين بحرف إي إي جورنالي ولا كيافي إي البادرة الأب والجامع إي بادري لامادرة الأم والجامع لامادري تمام؟ يبقى الأسماء اللي تنتهي بحرف الإي يكون الجامع بحرف الإي وفي أسماء بتنتهي بحرف الإي ممكن تكون مذكرة أو مؤنس نفس الكلمة فبقول يعني مدرس أو مدرسة مدرسة حفيد أو حفيدة أو ابن الأخ أو ابن الأخت نفرق بالأداة مذكرة ولا مؤنس وكمان عندنا الأسماء التي تنتهي بحرف مشدد أو لترة أتشنتاتا يعني عليها أتشنتو عليها شدة فهنا بيكونوا يعني المفرد كما الجامع على سبيل مثال كفا قهوة واحدة ودو كفا اتنين قهوة نفس الكلمة مدينة أو مدن نفس الكلمة وكمان عندنا الأسماء الأجنبية صون يعني المفرد كما الجامع فهقول أوتوبوس مفرد وأوتوبوس جامع وهقول فيلم مفرد وهقول فيلم جامع الفيلم وهقول فاطو مفرد لفاطو وهقول فاطو جامع لفاطو وبكده بنكون خلصنا حلقتنا مع النومة أو السستانتيبو ترجمة نانسي قنقر